اشتركوا في القناة واصحاب الاياد البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه سيادته من دعم لهم وقد قام وفد من رؤساء الاقاليم العالمية السبع للالمبياد الخاص الدولي بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزة صباحا بقصر الاتحادية من جانبه اكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للالمبياد الخاص الدولية والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الانسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء اركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات لاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة تشكا بجنوب الوادي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرأي الحديثة ومحطات المياه والميكانة الزراعية موجها سيادته باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة تشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل